سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة كل سنة وانتم طيبين الكنائس الغربية الآن اليوم بتحتفل بعيد الميلاد المجيد والكنائس الشرقية في تحضير ويعني صلوات وأصوام من أجل الإعداد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد ميلاد رب الأرباب يسوع المسيح فادي البشرية ومحب البشر المسيح وعد الله بالإنقاذ للإنسان إنقاذ من الهلاك الأبدي وإعادتنا مرة تانية لخطة الله وتصميمه للحياة معاه من البداية لما خلقنا الرب من البداية كان تصميمه كان فكره كان محبته بتقول إن أنا عايزكم تبقوا معايا عايز يبقى بيني وبينكوا عشرة آدم وحوى خلقوا ليكون ليهم شركة مع الله في محبة الله علشان كده كان المسيح وعد من الله بالإنقاذ لنا بعد خطية آدم وحوى اللي أخدتنا في عالم بعيد عن معرفة الله ولكن هناك المختارين المحبوبين والوعد للبشرية كلها بالفرصة العظيمة والبشارة العظيمة بميلاد المسيح اللي هو فدأنا وخلصنا بصلي إنه يكون عمق فهم ولمسة من الله لهذا الخبر الصار المغير الشافي يكون ظاهر في حياة كل واحد واحدة منكم حلقة النهاردة عنوانها لأنه يخلص لأن المسيح يخلص عنوان الحلقة لأنه يخلص خلينا نسأل سؤال يا ترى ليه ملايين الناس بلايين الناس في العالم بيحتفلوا بميلاد المسيح لماذا المسيح؟ لماذا ينظر له بهذا الرجاء دائما مسلم مسيحي ساعات حتى لا ديني يقولك المسيح؟ لا ليه حاجة يعني حاجة تانية ما قدرش أقول حاجة عن المسيح أخلاق المسيح تعاليم المسيح فكرة الفداء فكرة الخلاص طب يا ترى وأنا يعني وأنا بحضر الحلقة كده بقول أنا عارفة أنه أنا عارفة هو مين تعرفت عليه شخصيا لكن الناس لما بتسمع اسمه يسوع المسيح يا ترى لقب المسيح ده يعني إيه؟ عمرك سألت نفسك طبعا لأن أنا من خلفها إسلامية بالنسبة لي الحقيقة يسوع المسيح ده كان اسم على بعضه ما كنتش عارفة يعني ما معنى المسيح ما كنتش فهمة لكن في الكتاب المقدس المسيح لقب واسم الكتاب بيستخدمه كلقب واسم الاتنين يعني إيه لقب؟ يعني لقب له عمل الكتاب المقدس معنى يعني له معنى الكتاب المقدس بيستخدم كلمة المسيح دي منسوبة ليسوع المسيح كلقب واسم في نفس الوقت المعنى اليوناني لكلمة المسيح كريست دي يعني معناها ببساطة كده الممسوح ممسوح بنعمة المعين لعمل أو أنا هديكم تفسيرات كده تقرب الكلمة باللغة العربية هو ممسوح لعمل ومعطى نعمة خاصة نعمة فريدة مهمة خاصة هو مخصص لها المختار المختار المسيح يعني المختار لعمل عظيم المعين لعمل عظيم في ناس من اللي كانوا ماشيين مع المسيح على الأرض عرفوه بالروح وفي ناس جات لهم إعلانات زي أمه السيدة العدراء زي يوسف النجار زي أليسة بات بحضورها أمام السيدة العزراء عرفت إنها أمام والدة الإله أمام أم الرب أمام حاملة الروح القدس يعني في ناس عرفوه بالروح وبإرشاد من الله كده وفي ناس عرفوه بإعلانات خاصة وفي ناس مشيوا معاه فعرفوا وشافوا من هو هذا الصانع المعجزات من كان يجول يصنع خيرا من كان هو الشفاء من كان يقيم الموتة من كان يحيي الأمل والرجاء في الناس من كان يطعم الجيع من كان ينظر فيتحنن من كان يلمس فيشفي ويخلق عين للي مالوش عين وأذن للي مالوش سمع يعني المعجزات العظيمة اللي عملها المسيح اللي مشيوا معاه عرفوه من خلالها عرفوا لماذا هو المختار المسيح نفسه زي مثلا لما المسيح سأل بوترس منهم بوترس لما سألوا بيقول هو كان المسيح بيسأل التلاميذ كلها كلهم بيقولهم ما انت قلون اني انا فبوترس قالوا انت المسيح ابن الله الحي انت المختار ابن الله الحي انت ابن العلي انت من سيقدم لنا الفداء كان فاهم بوترس كان فاهم ليه لانه بوترس وغيره من الناس اللي كانوا عارفين من ينتظروا كانوا في انتظار هذا المخلص اللي عارفين الكتاب وعارفين بيسمعوا السكريبشر بيتقري بيسمعوا الكتاب بيتقري وبيحفظوه في قلوبهم فكانوا عارفين اللي ظهرت فيه هذه العلامات اللي اتحققت فيه هذه النبقات كان هو المسيح المختار لكن ايضا هناك الشياطين التي شاهدت له لما المسيح كان بيخرج الشياطين وكانوا يقولوله انت انت المسيح ابن الله فكان يخرسهم يسكتهم الكتير من الانواع والاشخاص المختلفة اللي عرفوا من هو المسيح كان فيه ناس بتنتظروا كالمخلص الروحي ولكن المعنى العام او المجموع العام من الناس كانوا بينتظروا كمخلص ارضي ايضا المسيح المختار من الله للمهمة الخاصة المسيح اللي خلص العالم من خطاياهم تلاميذه عرفوه بالطريقة دي والعالم ايضا او بعد تلاميذه لو قلنا يعني بوترس عرف انه انت المسيح ابن الله الحي وعارف انه المسيح له سلطان روحي وسلطان ارضي وكان بوترس ما كان بيقوله انت ابن الله ما كانش بينسب الى الله ابن مولود لا كان عارف انه هو يقف امام الله الحي لانه رقاه في مجده ولانه رقى اعماله ولانه عارف انه الله انه ده مش اله تاني لا ده هو الله نفسه ولكن كان فيه من تلاميذه زي يهوزة اللي كان منتظر مخلص ارضي ملك للارض يخلصهم من ظلم العالم لكن مهمة المسيح انه اللي هو قررها الله نفسه قررها والله نفسه وعد بيها والله نفسه حققها انه هو يجي في ملء الزمان في ملء الزمان يجي المسيح لما عندما يكتمل الوقت عندما ينتهي كل شيء او يترتب كل شيء لحضوره يجي كمخلص العالم اللي يرفع الخطيئة ويكسر قيود الخطيئة في ناس شافوا النبوءات دي بتتحقق منهم التلاميذ والكثيرين اللي جم بعدهم لانهم كانوا حفظين كلمة الله في قلوبهم فكانوا فاهمين في يوم من الايام المسيح دخل المجمع في اسحاب لو أربعة كده بيقول ان المسيح دخل المجمع ونشوف الاية الاولانية بيقول المسيح بيقول الكتاب كده انه دخل المجمع وكان ابتدى أعطي ليه سفر ان هو يقرأ القراية بتاعت هذا اليوم فأرى المسيح من سفر أشعياء روح الرب علي لأنه مسيحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفل منكسر القلوب لأنادي المأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنساحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة لما حصل كده طوى الصفر أسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الناس بينظروا إليه فقال لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم وكان بيقول كده بقى لوأ بيقول كده وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فم ويقولون أليس هذا ابن يوسف فكانوا بيسألوا نفسهم مش ده ابن يوسف مش ده ابن مريم لكن شايفين النعمة الظاهرة فيه لكن المسيح أعلن حضوره في في وسطهم وكانوا فاهمين ونظروا إليه وقالوا النبوءة هتتحقق في ده البعض شاف البعض فهم والله كان بيكمل العمل في وسطه من النبوءات اللي كانوا المؤمنين عموما عارفين إنها موجودة وتحققت خلينا نشوف إنه هناك بعض النبوءات اللي الرب حطها وضعها في خاصة سفر أشعية يعني فيه أكتر النبوءات عن المسيح اللي استخدمها استخدمت في العهد الجديد فإحدى النبوءات اللي في سفر أشعية سبعة أربعتاشر بيقول كده ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمان وقيل في النبوءة دي بنشوف حضور بنشوف نقطة إنه العذراء تحبل وتلد ابنا ودي بتتحقق لما بيجي الملاك ويقول للسيدة العذراء بإنها يعني ستلد أو ستحبل بالروح القدس فبتقول وكيف هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله هنا تحقيق النبوءة في العهد الجديد خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده لأنه في بقيت تحقيق النبوءة في متة الأولى بتقول في متة في متة واحد أنا أسفر فستلد بيقول كده فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم مقيل من الرب بالنبي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونا اسمه عمان وقيل الذي تفسيره الله معنا السيدة العذراء ومن معها وكل اللي كانوا حضروا ميلاد المسيح وسمعوا النبوءات عرفوا أنه كان ده الوقت اللي جه فيه اللي نقدر نقول ملء الزمان بقى اللي أتى فيه المسيح لأنهم كانوا يعلمون أن النبوءات المكتوبة في الكتاب في العهد القديم تتحقق اليوم على ألسنتهم يعني الحقيقة أنه الموضوع ده أدهاشني شوية لأنه وانا بفكر إزاي السيدة العذراء مثلا فهمت أن النبوءة بتتحقق قدامها هي بتسمع الملك بيتكلم وبيديها إشارات أنه المولود منك حيدعى ابن الله وأنه انت هتحملي بالروح القدس وأنه وأنها يعني وأنه يقول لها أنه حيكون اسمه حيبقى ابن الله فتفتكر أنه النبوءة بتاعت أنه عمانه قيل الله معنا الحقيقة عارف لما يعني فكر لما يكون في حياتك حدث يجي حدث في حياتك يفكرك بذكرة بذكرة قديمة جدا بتشوف أنها بتتحقق في حياتك أمل كان رجاء في حياتك وبتشوف أنه بيتحقق وإنت بتشوف وتفتكر القديم وبتعرف أنه أنت وصلت على الطريق الحقيقي أو الصحيح أنا بشوف أنه الناس اللي شهدوا بالنبوءات دي كانوا في نفس الحالة خلينا النهاردة أولا خليني أقدم شكر خاص للأخ ناصر موسى لأنه النهاردة أهدانة ترانيم خاصة بعيد الميلاد وحتكون يعني شرف كبير أن إحنا نسبح اليوم ونحتفل بهذه الترانيم وإحنا بنذكر عظمة المسيح وأثر الرائع على حياتك الشخصية وحياتك الشخصية ومعرفته على تغيير حياتك وإنك تعرفي وإنت بتعرف كمان النهاردة أن أن وإنت واقف في مكانك مؤمن بالرب يسوع المسيح مخلص لك الحياة الأبدية أن 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 جزء من الصورة الكبيرة والفداء العظيم اللي عمل الله من أجلك ومن أجلي خلينا نحتفل بالتقنيمة دي في ملء الزمان موسيقى في ملء الزمان خالق الأكوان صار كإنسان ولد المسيح كصورة تراب رب الأرباب جسد حب الآد ولد المسيح في ملء الزمان خالق الأكوان صار صار كإنسان ولد المسيح كصورة تراب رب الأرباب جسد حب الآد ولد المسيح هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسيقى فين ذوان فقير الرب القدير كطفل صغير ولد المسيح من عرشاه السماء يولد من عذراء ليحمل الرجاء ولد المسيح فين ذوان فقير الرب القدير كطفل صغير ولد المسيح من عرشاه السماء يولد من عذراء ليحمل الرجاء ولد المسيح هللويا هللويا ولد المسيح هللويا هللويا ولد المسيح هللويا 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 تفراح الشعوب تحقق المكتوب الابن المحبوب ولد المسيح ليرفع القصاص عاش بين الناس لقصات الخلاص ولد المسيح هللويا 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 ولد المسيح هللويا 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 المجد للرب المجد للرب خالق الإنسان صار كإنسان خالق الإنسان خالق الأكوان صار كإنسان يعني أشكر رب من أجل النعمة اللي بيديها للأخ ناصر والترنيمة المفرحة دي خليني أخد نبوءة أيضا تحققية على فكرة المسلمين دايما يسألوا إزاي إنه النبوءات في العهد القديم ممكن تكون مرتبطة بمجيء المسيح وكيف تحققت فيه النبوءات دي يعني عندهم تشكيك دائم في هذا الأمر لكن بصوا الآيتين هاختار آية من أشعية تسعة وآية من لوءة واحد بصوا إزاي في العهد القديم كان أشعية بيتكلم وهنا في الإعلان للسيدة العذراء هتقارن هتلاقي الكلمات كلها موجودة نفسها ده مش كلام العذرة ده كلام الملاك فأشعية تسعة بيقول كده لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفي ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو الرياساته والسلام ولا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا هقف عند الآية دي الأول وحيث أبتدي من آخرها كده غيرة رب الجنود تصنع هذا الرب يحقق ما وعده بها ولكن حتة غيرة رب الجنود دي يعني أنا دلوقتي وأنا معاكم بفكر إنه غيرة الرب على وعده ياس غيرة الرب على أبنائه أيوة غيرة الرب على الحق إننا نكون عندنا حياة مستقيمة معاها غيرة الرب على القداسة اللي هو عايزنا نعيشها والقداسة اللي هي هو يعني نفسه هو القداسة نفسها غيرة الرب على كل ما هو مستقيم أيوة لكن الحقيقة غيرة الرب على عودة الحق للهو أراده غيرة الرب على إن أنت ترجع تعرف الحق من خلال المسيح خلت المسيح نفسه الله نفسه يجي على الأرض علشان يعيدك إلى حضنه دي غيرة الرب عليك وعليك دي حاجة كبيرة قوي أنا شايفها بصورة مختلفة شايفها بصورة إنه الله يغار على إننا نكون عايشين في الحق ونعرف الحق ويحررنا بالحق وكل ده ولكن المسألة شخصية جدا بالنسباله لأنها كل واحد وحدة فينا مهمين جدا بالنسباله رسالة دي ليك وليك اعرفي وعرف إنكم مهمين جدا بصورة شخصية عند الرب مهما كان شكل حياتك مهما كانت ألامك مهما كانت خطيتك مهما كنت تعتقد إنك أبعد ما يكون عن محبة الله أنا بقول لك النهاردة وبقول لك النهاردة الله يراكم من خلال ما بذلوا المسيح من أجلكم من خلال النعمة المتاحة ليكم من خلال إنه عارف إنك ليك فرصة للتوبة ولكن اختار إنت افتح قلبك علشان تكون هذه التوبة عاملة في حياتك وتصلح حياتك وتبقى تعيش بقى في غنى نعمة الحق ومحبة الله فيعني الحتة دي من الآية جذبتني جدا لكن أيضا هي تقول إنه ما وعده الرب يحققه ففي الآية دي بتشوف إنه بيقول كده ولأنه أولد لنا ابناً وتكون الرئاسة على كتف ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام في لؤى واحد بقى بيقول لها كده وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلَدِينَ إِبْنًا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه وهو فوق كده بيقول عن هذا الآتي هذا المختار هذا المرسل بيقول إنه لنمو رئيساته والاستلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد من الذي يستطيع أن يثبت ما وعد بي من الآن وإلى الأبد إلا الله؟ ليس إلا الله يستطيع أن يحقق دا ومجيء المسيح واختياره لأنه هو المختار نفسه يختار أن يقدم هذا الفداء وهذا الخبر الصار ليه وليك بيقول إنه هو القادر الإله بيقول بقيت الآيات في لوأة بتقول كده ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية هي نفس تقريباً الآية بنفس المعاني وقريبة جداً الألفاظ من بعدها ودي تحقيق النبوءة في هذا الوقت دي رسالة الملاك للسيدة العدراء كانت ترى دا أمامها خلينا ننتقل لنبوءة أخرى كان فيه نبوءات بتتكلم عن شخص الله وفيه نبوءات بتدي علامات أماكن بتدي كيفية زي ما ها هي العدراء تحبل وتلت ابنه مش شفناش عدراء حملت وولدت بالروح القدس إلا السيدة العدراء فقط الذي أتى منها المسيح اللي المسيح قال عنه في الأول إلا الله قال عنه في الأول أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية وهنا لما بنقول أما الكتاب بيقول نسل المرأة يقصد أنه الآتي بالروح القدس من المرأة ومن المرأة فقط يعني لازم توقف تفكر أن الله يعطي هذه الرسائل ليطمئن الإنسان وليضع في قلبنا الرجاء أن ننتظر هذا الآتي وعندما يأتي المختار العظيم يسوع المسيح الحقيقة يجب أننا ننتبه المسيح أتى في ملء الزمان لكنه النهاردة يأتي أمامك ويقف أمامك أنت بالرسالة دي بيقولك أنا أتي ليك أنت شخصياً أنا الله الظاهر في الجسد الذي وعد وأوفى الذي قام ليعطيك حياة فأنا جاي لك أنا بنفسي جاي لك أنا مش جيت في زمن معين من ألفين سنة وبس لكن أنا جيت ليك أنت شخصياً الآن انتبه لأن الله بيكلمك برسالة فزي ما قلت كان فيه نبوآت تانية ممكن تكون لها يعني بتوري رسائل أخرى فمثلاً في سفر ميخة خمسة بيقول كده أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهودة فمنك يخرج ليه الذي يكون متسلطاً على إسرائيل ومن خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل بيكلم مدينة بيت لحم إفراطة الصغيرة بين المدن اللي يعني حاجة نقطة كده يعني نقطة كده بين المدن منك هيخرج ليه الذي يكون متسلطاً على إسرائيل اللي كان منذ القديم اللي منذ أيام الأزل بنعرف بعد كده أنه في ميلاد المسيح أنه المسيح تولد في بيت لحم اليهودية بيقول نشوف كده في متة اتنين بيقول ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أرشالين فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهودة لست الصغرى بين رؤساء يهودة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل مش دي علامة برضو من العلامات أنه ما وعد الله به وما تنبأ به الأنبياء في القديم يتحقق اليوم خلينا نسمع ترنيمة كمان من الأخ ناصر موسى ونعود فنكمل بقية النبوءات ونشوف بقى كيف يتحقق ذلك في العهد الجديد تفضلوا ترجمة نانسي قنقر المشد لله في الأعالي وعلى أرض السلام المشد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وبالناس المصرة أولد رئيس السلام أولد رئيس السلام النجم الدل المجوس على الملك العظيم جاء كي يفدي النفوس ينقذ من الجحيم ظنه ملكا يسود على أرض وحدود وهو رب الجنود وممالك الخلود وهو رب الجنود وممالك الخلود المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وبالناس المصرات ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام من على عرش السماء والكل له خضوع طوعا جاء للفدا رب الأمجاد يسوع كوكب الصبح المنير صار نورا بيننا زارنا الرب القدير ليبارك أرضنا زارنا الرب القدير ليبارك أرضنا المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وبالناس المصرات ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام هكذا أحب الله أحب في كل شيء بذل الإبن الوحيد ليتمم كل شيء كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء سبحوه في علام شاكرين في كل شيء المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وبالناس المصرات ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام عللوية المجد للرب ولد رئيس السلام مع ميلاد السيد المسيح يعني الحقيقة أنه كان في أحداث في التاريخ تطورت مع ميلاد السيد المسيح لأنه عدو الخير بيبقى عارف أنه في حدث يحدث في البشرية الآن سيغير التاريخ لازم نقول أنه التاريخ فعلا تغير بميلاد يسوع المسيح إن أسم ما قبل المسيح وما بعد المسيح لكن من النبوآت يعني أيضا تحققت كان في أرمية واحد وثلاثين بيقول كده بيقول كده هكذا قال الرب صوت سمع في الراما نوح بكاء مر رحيل تبكي على أولادها وتأبأ أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين النبوءة دي بتتكلم عن ما حدث بعد ميلاد المسيح خلينا نشوف في متة اتنين بيقول كده حينئذ لما رأى هيرودس إن المجوس سخروا منه سخروا به غضبة جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس حينئذ تم مقيلة بأرمية النبي القائل صوت سمع في الراما نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعذى لأنهم ليسوا بموجودين اللي حصل أنه عندما أتى المجوس أو الملوك اللي جم تبعوا النجم لأنهم عرفوا أن المسيح سيولد في هذا المكان في هذا التوقيت كانوا عارفين بإرشاد من روح الله أنهم جايين علشان يشوفوا المسيح فعرف هيرودس أنهم موجودين وكان عارف أنهم عارفين أين يجدوا المسيح فقال لهم لما تلقوا تعالوا ارجعوا تاني وقلوا لي عشان أنا كمان يعني أروح أتبارك به مثلا يعني أنا أتكلم بالعمي فاللي حصل أنهم كانوا عارفين أنه هيرودس يضمر له الشر لأنه كان بيعتقد أنه ملك جاي ياخد مكانه لكن المسيح ملك الملوك ورب الأرباب لم يكن آتي لملك أردي فالمجوس هربوا ولم يخبروا بعد بمكان المسيح فأتل كل الأطفال اللي سنتين مدون ذلك الحدث دا تكرر على فكرة في قصة تانية في العهد القديم لما فرعون أتل الأطفال في وقت ميلاد موسى لأنه كان عارف أنه هناك مخلص للشعب سيأتي وده برضو مثل وكانت مقدمة لأن المخلص اللي حيخرج الشعب من قيد العبودية للخطيئة نفس الحكاية كان موسى سيخرج الشعب من قيد العبودية في مصر اللي بترمز بقى لأنهم عبيد مش أبناء الله المسيح جي عشان يخرجنا فنصبح خارج العبودية للخطيئة إلى حرية أبناء الله إلى حرية أبناء الله دي نبوءة أيضا تانية تحققت خلينا ننظر للآيات اللي بعد كده اللي بنشوف فيها إعلانات الملائكة للحدث العظيم اللي بيحصل بميلاد المسيح في لوقت اتنين بيقول كده فقال لهم الملاك لا تخافوا فهأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب البشارة السرة بوجود المسيح الآية دي بيتمثل البشارة السرة للشعب بالخلاص القادم بمن ينتظروا الأجيال المضية كلها كانت بتنتظر مجيء هذا المخلص فبيقول كده في لوقت اتنين برضو لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب إعلان صريح واضح إنه من ولد في هذا الوقت كان هو المسيح الرب الإعلان ده اللي كانوا حاضرين في الوقت ده ده إعلان عن إنه المسيح القادم هو الله نفسه المولود اليوم هو الله نفسه المولود اليوم هو المخلص نفسه فإذا كان فيه ناس فهمه وسمعه شافوا رؤية العيان الحدث ده بعد كده بيقول الكتاب إنه الرعاء رجعوا لما بعد ما الأحداث كلها مرت بقى من زيارة المسيح وكل ده في عادو وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورقوه كما قيل لهم التسبيح وفرح اللي شافوا ده بيتحقق أمام عنهم ده فرح حقيقي لأنهم عرفوا إنهم مجملين في هذا الخلاص وهذا الفرح الحقيقي مقدم ليك النهار ده أنا بقولك وبقولك إنه الكتاب بيقولك إنه المسيح الآتي لخلاص البشرية الآن يقف على بابك ويقرع ويقولك إنه هذه البشارة السرة ليك وإنك تقدر تستقبل هذه البشارة السرة وهذا الخلاص الخاص وتتوب أمام الله أنت تبتك الخاصة وكلماتك الخاصة وتقوله رب أنا مستعدة أن أقبل هذا الخلاص يا رب أنا فرحان بهذا الخلاص يا رب أنا منتظر هذا المخلص المصالح بيني وبينك اللي يغير حياتي من الآن وإلى الأبد فتسبح الله زي ما الملائكة والرعاة وكل من قبل المسيح كان بيسبح الله وماذا لا يسبح الله إلى اليوم خلينا نبص للآية اللي بعد كده اللي هي لوأة واحد بيقول كده الملاك بيقول للستة العذرة العذرة لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدينا ابنا وتسمينه يسوع وبعدين بيقول بعد ما سألها بعد ما بتقوله إزاي ده حيحصل لي فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله لازم نبقى عارفين أنه ميلاد المسيح المعجزة ليست في الميلاد العذراوي الميلاد العذراوي معجزة ولكن المعجزة هي أن الله المولود من نسل المرأة ده الله نفسه ده الله نفسه القاتي لخلاص البشرية المعجزة أن الله أحبنا إلى هذا القدر أنه يأتي ليخلصنا وأنه يدفع هذا التمن ميلاد المسيح مرتبط بصلب المسيح وقيامة المسيح كل احتفال بميلاد المسيح الحقيقة بتبقى عيني على الصليب وبشجعك النهار ده وبشجعك كل مؤمنين أنا عارفة أنكم بتحتفلوا بعيد الميلاد وبنبقى فرحانين جدا في عيد الميلاد لأنه البشارة السر لأنه إحنا بنفكر في ميلاد أطفالنا وقد إيدي حياة جديدة وكده لكن فكر أن هذه الحياة الجديدة ابتدت بميلاد المسيح وانتهت بالقيامة خلي عينك على القيامة لأن القيامة هي قيامة المسيح هي ما أعطتك الحياة الجديدة إن كنت قبلته وتحيا معه حياة أمينة ومليئة بالنعمة فحضن أبوك فإنت النهار ده ليك رجاء القيامة الميلاد فرح ولكن لك رجاء القيامة خلي عينك على القيامة ارفع عينك على الصليب لأن الوقت الميلاد مرتبط وقت القيامة النتيجة في وقت القيامة خلاصك في وقت القيامة شيء يعني رائع جدا إنك عمل الله اللي كان منذ البدء من أوائل القصة من أوائل القصة في سفر التكوين إلى سفر الرؤية وانتظار مجيء التاني يعني الخطة كلها كانت في ذهن الله وإنت عليك إنك تقبل أو ترفض تحيا تحيا أم تعيش إنسان حي كده جسدا ولكن ميت روحا على فكرة كتير مننا عايشين لهم اسم إنهما مسيحيين وعايشين حياة مع المسيح لكنهم أموات في الخطية فإن كنت في الطريق ده توب أمام الله حتى لا تكون ميت بالخطية بل تكون حي في المسيح خلينا نروح لآية تانية إعلان من إعلانات الله لشخص مهم جدا في قصة الميلاد وهو يوسف النجار في متى واحد بيقول كده ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائل يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس في الآية دي بنشوف امتداد الامتداد إلى داود النبي النسب إلى داود النبي اللي وعد به الله برضو في الآيات اللي قدمناها أنه نسله حيكون يجلس على كرسي الملك إلى الأبد كما وعد الله بالمسيح هذه إعلان آخر هذه إثبات آخر وميلاد المسيح اللي بيطمئن اللي طمئن مريم طمئن أيضا يوسف وقال له ما تخافش لأن الذي حبل فيها هو من الروح القدس إعلان آخر لألوهية المسيح هذا الإعلان بألوهية المسيح وإنه هو الروح القدس يفكرني إن إحنا كأبناء الله عندنا وعد من الله إننا نحية مش لوحدنا ولكن نحية بروح الله المعطى فينا هو المختار المسيح الذي قام بكل العمل اللي إحنا محتاجينه عشان نخلص الذي أعطانا الطريق الذي هو الطريق والحق والحياة هو أيضا الروح القدس الذي يحيا فيك اللي قال كده أنا مش هترككم يا تاما أنا معاكم كل الأيام وإلى انقضاء الده افتكر إن هذا هو الله اللي يحيا فيك أنت اللي هو الطريق والحق والحياة اللي قال إنه العمال اللي أنا عملتها أنتو كمان تعملوها وتعملوا أعظم منها لكن لن تستطيع وحدك تستطيع بالمسيح الذي يقويك تستطيع بالمسيح الحي فيك تستطيع بالأمانة أمام الله في إنك تجعل هذا الروح القدس اللي داخلك هو ليس فقط للإرشاد أو لإنه يقول لك اختار دا ولا امشي شمال ولا امشي مين لا هو أيضا للتنقية وللتمحيث ولإنه يعلمك التوبة لإنه يعلمك إنك تكون مدقق في حياتك يعلمك إنك تكره الخطيئة لإنها تسيء لله إنك تكره الخطيئة لإنها تحزن قلب الله إنك تكون إنسان عايش في حياة تجديد وتمحيث كل يوم لإنه هذا الروح القدس الحي فيك يستحق إنك تكون منتبه إنت عايش مع مين يخواتي لازم نعرف إنه نعمة إنه يطلق عليك مسيحي دي مش هتكون حية في حياتك إذا كنت عايش مسيحي فعلا وعيش مسيحية فعلا يعني هذا الروح اللي عايش فيك هو روح الله فلا تحزن روح الله الذي فيك ولكن اقبل عمل الله بفرح حتى ولو كان تبكيت على خطئة لإنه يجددك يمحسك يغيرك كل يوم فيعطيك حياة أفضل كل يوم معاه إن ده مش لوحدك دي بقولها للعابرين فاكرين إحنا المؤتمر الصلاة اللي بنعمله كل سنة في 18 سبتم نوفمبر بنعمله عنوانه إيه إنت مش لوحدك لإنه روح الله الساكن فيك حتى ولو كنت قاعد في وسط الغربة في وسط أهلك مستخبي ما حتش يعرف إنت مين ولا فين إنت مش لوحدك روح الله ده يرشدك يحميك يغيرك يقدسك يطهرك المسيح الحي فيك عايزة أقول الآية الأخيرة اللي هي ماتة 21 اللي هي خدت منها النهار ده عنوان الآية دي تقول كده فستلد إذن وتدعو اسم يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئه أنا وقفت عن كلمة عند كلمة لأنه يخلص الحياة مش الخطيئة بس اللي المسيح بيخلصنا منها المسيح يخلصك من الألم المسيح يخلصك من العجز المسيح يخلصك من المرض المسيح يخلصك يخلصك من الأفكار الشريرة المسيح يخلصك من الخطورة في الحياة الخطر في الحياة المسيح يخلصك من كل شر من كل شر وأيضا يخلصك من خطايك عندما تسلم قلبك بالكامل حياتك بالكامل عندما تعلم أنك خلقت الوقت كهذا أنك تكون ابن الله المختار أنك تكون لك عشرة مع الله المسيح يخلص المسيح يشفي لكل من يرفع وجهه اليوم إخواتي اللي بيسمعوني لو لم تسمع عن المسيح في حياتك اكتب لنا اكتب لي أنا عايز أتكلم معاكم عن محب البشر الذي أتى لتكون لك حياة واللي يكون لك أفضل والإخواتي اللي بيسمعوني برضو وإحنا ساعات خلييني دي يكون مثل مهم ساعات إحنا كده بنتكلم عن أنفسنا ونحط نفسنا أما تيجي تحكي حكايتك مع المسيح مثلا أما تيجي تتكلم عن حياتك تقول إيه يعني أنا إنسان كويس يعني ما بعملش حاجة أنا إنسان بسيط أنا بعمل خير أنا ما عنديش أخطاء كبيرة أو يعني مثلا أو حاجات زي كده أمام المسيح الخاطي أو الخطية عموما الخطية الكتبة زي القتل دي خطية ودي خطية دي بتبعدك عنه ودي بتبعدك عنه دي لها أثار ودي لها أثار ولكن هي خطية تحزن قلب الله بس ساعات إحنا بننسى إنه أما نيجي نحكي قصة كده نحكي القصة وكأننا دايما مثلا العبد التائب كأننا مثلا لو خدنا قصة من الكتاب المقدس مثلا نيجي نحكي قصة الناس اللي ضربوا ابن صاحب الحقل فممكن تخلي أنت نفسك صاحب الحقل مثلا أنا مش بتكلم على المثل تفسيره الكتابي لكن ممكن تبقى أنت ابن الراجل صاحب الحق ممكن أنت تبقى الرسول اللي جاي بالرسالة للفعلة دول الأشرار لكن ما بتفكرش أبدا إنك أنت كمان ممكن تكون أحد هؤلاء الأشرار اللي قاموا الشر أنا بقول إن أنا كنت أحد هؤلاء الأشرار لإني صنعت شر كبير أمام الله بعلم أو بغير علم قبل معرفة كلنا كنا هذا الشرير في يوم من الأيام كلنا أحزننا الله في يوم من الأيام كلنا عملنا حاجات مخزية في يوم من الأيام ما تخرجش ما تخرجش نفسك من الإطار ده لإن كلنا هذا ولكن أيضا متاح لكلنا غفران هذا الإله العظيم الذي أتى ليكون مصالح بيننا وبين الآب ده نعمة معطاها ليه كلية من المسيح النهار ده سمعت أحد الأسس هو بيتكلم وعظة مختلفة خالص في موضوع مختلف خالص وبيقول كده إحنا أما تعرف على المسيح حياته تغير التغيير كامل فبقى عايز تكلم عن ربنا على طول على طول على طول منفرحه بربنا فكأنه يعني بقى مدافع عن الله وهو ما قسودش كده قال في الحقيقة إحنا إحنا مش مدافعين على الله إحنا مدافعين عن الناس اللي ما سمعوش عن الله إحنا بنقدم لهم الحقيقة أثرت فيها الكل فأنا بقول لك النهاردة أنا مش جاي أحكي لكم حكاية أنا جاي أقول أنه أنت محتاج فرصة أنك تتصلح مع الله لأنه الأمر متاح لك محبة الله المتاحة لك اليوم باب مفتوح لأنك تعرف إله حقيقي بيقول لك تعالى يا ابني مش يا عبدي تعالي يا بنتي مش يا جريتي ولا عبدتي أخفر ليك خطياك وأنظفكم فتصبحوا أنصع من التلج بدمي اللي غفر عنكم كل خطيا الدعوة مفتوحة لكم اليوم كل سنة وإنتوا طيبين بصلي أنه تكون في لمسة خاصة في هذه الأيام محتاجين يا رب لمستك خليني صلي من أجل سنة باركنا فيها الرب كتير لكنها سنة أيضا تألمنا فيها كتير يا ربنا برفع أمامك كل من تألموا في هذا العام برفع أمامك كل من أحب أنا الغدرون هذا العام برفع أمامك برفع أمامك أن تعدد أن تعدد الجميع أن تعدد الجميع بمحبتك أن تعدد المحتاجين يا رب اليوم أنهم يكونوا أقوياء في سماع كلمتك عددنا بمعرفتك وحضورك في وسطنا لكي نكون مؤهبين لعام جديد نسير فيه على خطة تقدنا إلى معرفة أعمق بيك إلى محبة أقوى معاك إلى تواصل أكثر مع الجسد نعظمك ونعطيك كل المجد لأنه أنت صنعت ونشكرك من أجل كل حال وفي كل حال في اسم ياسوع أصالي لو فاض الوقت خلينا نقفل مع ترنيمة جديدة للأخ ناصر موسى وشكرا أخ ناصر على البركة اللي باركتنا بيها النهاردة كل سنة وانتوا طايبين وشوفكم السنة الجاية على خير إلى اللقاء في عيدك كل الأكوان تشد بحمدك في عيدك في عيدك في عيدك في عيدك جند السماء أنشدوا لك في عيدك في عيدك تصور الحب تجسد الكلمة تراء الحناب وولد أردك